مجلس الشورى شديدين لهذه التصريحات المسيئة بدأت الجلسة الرابعة لمجلس الشورى بمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدمة من مجلس النواب يهدف المشروع القانون إلى مد الغطاء التأميني إلى أفراد أسر أرباب الأعمال اليوم توافقنا على موضوع شمول أفراد الأسرة من ضمن مضلة القطاء التأميني لدهي التأمين الاجتماعي طبعا هذا رح يدعم كثيرا أفراد الأسرة العاملين في حدود الشركات والمؤسسات العائلية اشترطنا أيضا أن يكون هناك يتم الإفراد في النص أن يكتم في تفويض تشريعي لجهة الإدارة حتى تضع الشروط والضوابط والأحكام للتحقق من مسألة صحة العلاقة التعاقدية وصحة أيضا الالتزام بحدود تطبيق هذا النص ونقج المجلس قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ويهدف إلى منح ساعتي راحة يوميا مدفعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا من أقارب الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الأولى في القانون النفذ ووافق المجلس على التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع لجنة لم توافق على هذا التعديل لأن سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد المستفيدين من هذا الحق المهم ومما يشكل عبءا على الجهات المعنية في تحديد من هم أولى برعاية ذوي الهمم الأعزاء على قلوبنا كما بحث المجلس الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في الواحد والثلاثون من ديسمبر عام 2019 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقبة المالية والإدارية ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية طبعا هناك تحسن كبير عن السنوات السابقة والتحسن الكبير جاء نتيجة بعض الملاحظات التي تم تقديمها في السنوات السابقة وأخذت الوزارة ومجلس الإدارة أخذ بجدية هذه الملاحظات وتم تطبيقها ونتيجة لذلك النتيجة مباشرة أن النتائج الفعلية لسنة 2019 النتائج أحسن بكثير من السنة السابقة ونقش المجلس الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقصيد ويهدف الاقتراح بقانون إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم عملية البيع بالتقصيد وافق المجلس على جواز النظر في الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة ناقش مجلس الشورى أربعة مواضيع اهتمت بالشأن الاجتماعي والمالي تم تعديل بعضها والإبقاء والموافقة على أخرى في الجلسة الرابعة من دور الإنعقاد الرابع في الفصل التشريعي الخامس شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين